مساء الخير يا كابتن ناصر. مساء خير يا كابتن ايمن تحياتي الحديثة وتحياتي اللي نجوم بكل كبار كابتن علاء وكابتن احمد بلال كابتن نسام عسني وكابتن عدد مصطفى. كابتن ناصر. طبعا كل الجماهير ندل اهل في كل مكان وكل متابعة قناة ندل اهل. حلو. ايه رأيك في الاجواء دي يا كابتن ناصر? اه للاسف نشري كابتن ايمن كل ما حدث هو مخالف تماما تماما لكل ما حدث قبل المباراة في الاجتماع الفني اللي حدث. احنا عارفين احنا قبل المباراة في اجتماع فني بيضم مندوب النادي الاهلي مندوب النادي التراجي المراكب العام فيه اللي هو موجود المنصق فيه المنصق الامني كل الكلام ده موجود فيه حضور الاجتماع تعمل بلان كده كابتن ايمن بيتكتب بيه كل الخطوات اللي بتتم من اول تحارك للاهلي من الفندق للوصول الملعب الساعة كزا التسخين الساعة كزا خروج الساعة كزا بيبدأوا ازاي المباراة بتبدأ امتى كل هزا الكلام بيبقى موجود في الاجتماع ما تم قبل المباراة اللي حدث النهاردة كابتن هو الهدف بيه اعتقد من وجهة نظري هو التأثير التأثير على لعبي النادي الاهلي على الجهاز النادي الاهلي وهو ده الهدف من اللي حدث هذا اليوم من غير ما اقول فيه النهاردة بنائك نص نهائي في دوري اه الاتحاد الفريقي ويبقى النهاردة للامن مش موجود او الدخول الجمهير اللي هي موجودة باقصر ما تم اعداده فيه خليني معاك واحدة واحدة يا كابتن ناصر انا مع حضرك ان ده اللي اتعامل ده غرضه التأثير على لعب النادي الاهلي والجهاز الفاني ماشي كملنا بعد كده وتلعب الماشي هو اللعيبة قريت يتأثرت نفترض لقدر الله ان الاحداث دي فعلا اثرت على لعب النادي الاهلي والنتيجة كانت سلبية اقصى عقوبة بتتعامل من الاتحاد الافريقي على نادي التراجي غرامة مالية بالضبط كابتن هو غرامة مالية يقام نقل مباراة خارج الملعب ولكن الان النهاردة هنا النادي الاهلي استفادية كابتن ايمن يعني انا النهاردة انت النهاردة من البداية بتضعت علي اعتقد فيه لعيبة اعتقد تأثرت بالجوة لقابل المباراة نفسيا وصحيا كل هذا الكلام مفترضي النهاردة يعني انا بنوانك تنظري بيكتون جميز وحكم اللي هو غبار عليه حكم كبير جدا 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 هو اللي بيقدر النهاردة كابتن ايمن هو له القرار الاول واخير يلعب او ملعبش هو اللي حاسس بالاجواء فهو اللي حيكون فيها خلي بالك الموضوع مع السهل لانك انت هتعامل الكلام ده قبل المباراة فزل وجود مباراة كبيرة من الحاضر الفريقية طبعا زي ما قلت الاهدف هو التأثير على لعيب النادي الاهلي وعلى جهاز الفاني طيب فيه حاجة تانية يا كابتن عايز اكلم حضرك فيها الوقتي الانباء اللي جات لنا مؤخرا ان فيكتور جميز قالك هنبدأ بعد نص ساعة من الان هتتأخر نص ساعة المباراة كويس او نفترض ان احنا ان احنا من ستة لستة ونص ان احنا وصلنا لحد ستة ونص ومقدرش برضو الامن يسيطر على الموقف ولا يطلع الزيادة برا بالزبط ايه اللي ممكن يحصل هو نفس الشيء كابتن ممكن ان كابتن عسامة كان نتكلم الفترة هو ممكن تتأجل ساعة نص ساعة ممكن تتأجل ليه غدا لان دي احداث ما قبل المباراة كابتن ايمن اه دي احداث ما قبل المباراة كويس يعني احزت لو حصلت اثناء المباراة هنا فيه قرار لابد ان الحاجة يعني هل ممكن يكون فيه اجتماع تاني برضو دلوقتي اكيد فيه اجتماع تاني لو اتأجلت لتاني يوم اكيد الكابتن بقى موجود واعتقد ان كل مسؤول الكابتن موجودين في هذين برا كابتن ايمن وهياخدوا القرار لانه ممكن برضاك السيطرة ما تبقاش تقدر تسيطر على الجمهور الموجودة بكتور جميز بيتكلم فيه عدد الجمهور الموجود في الاحداث هو من حقه كحاكم براه وهو الوحيد المنود كابتن ايمن بسلامة وامن اللاعبين في داخل الميدان اللاعب صحيح هو المسؤول بكتور جميز عن امن وسلامة اللاعب داخل الميدان لو انت النهاردة يا بكتور مقدتش توفر الحماية الامنة والبيئة الامنة اللاعب نادي الاهلي النهاردة من فضل اخذ القرار ورغي المباراة كويس اوي انا دلوقتي يا كابتن عارفين ان المباراة دي ليها ظروف استثنائية ايه ظروف الاستثنائية اللي فيها حضور خمس ثلاث متفارج يبقى الوضع الطبيعي مش هيبقى التنظيم من نادي الترجي بس انا علي مسئولية كالتحاد افريقي ان لازم يكون في مسئول مع مسئولي نادي الترجي يتحكم او يشوف العدد المتواجد داخل المدرجات ازاي اكتر من خمس ثلاث يخش كابتن انا قلت كلام ده في الدات ما دخلت وقلت ايه ما حدث قبل المبارا هو مخالف تماما 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 لما حدث في الاجتماع الفني اللي بيتم كابتن اسامة قبل المباراة صح بس مش مسئولية الترجي بس بيبقى مسئولية الاتحاد الفريقي في هزم五براء لان هو قاسر مشتركات هو منظم كمان المباراة كشكل اام ولكن من ناحية الامنية ودخول الجمير ده طبعا الامن التونسي ولكن غيرما قلت حكتك كمان الاتحاد الفريقي لازم بان يبقى ليه ضغير لما انت بتشوف الكلام دوت انت بتفع على اعداد معينة وشوفت الكلام ده لازم بقليك دور ولازم بقليك رد فعل يا كابتن ايمن لان اللي حصل النهاردة ده دي مش عايز اقول مهزلة. طبعا. اللي حصل الان ده حاجة مش قليلة. طبعا. لابد ان يكون في حساب كبير جدا 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 لنادي التراجي. انا النهاردة لا اضمن نهاردة اللي عايب نادي الان نهاردة هيكون ازاي في بداية المباراة. طبعا. في دخان وفي اه قناب نمسلها الدموع وفي كذا وكذا وكذا. في لعبة صحيا في لعبة بتتأثر. في جهاز فاني النهاردة خرج عن التركيزة كابتن ايمن. ممكن النهاردة. حتى بعض اللعيبة خرجت عن تركيزة كابتن ايمن. النهاردة لازل اسخن كابتن العين. انا النهاردة كلاعب نازل مسخن ومركز. لما يبقى الكلام ده موجود انا خرجتني كله عن التركيز. خلي بالك وكمان دي بتأثر في نتيجة المباراة. كابتن ده فيه مشكلة تانية. ايه? ان لم يكن النهاردة كمان كحاكم المباراة ممكن يتأثر. طبعا. يعني نهاردة كان احاكم مباراة كابتن اسامة. فاهم. اه هو حاكم كبير. ولكن بالاجواء دي انا مدرش شرعة في جوي فيه اه ضغوط. ارهاء. جماهيرية. ضغوط. وفيه كل الكلام ده. لابد ان الكاف ياخد القرار كابتن ايمن. النهاردة النادي الاهلي انا اقول ان هو تضرر في البداية بهذه الاحداث. كويس. نوجة نظري يعني بقول يا رب. نقف هنا كابتن. النادي الاهلي تضرر. اللوايح بتقول ايه? من الوقت حياتك هوات الاحداث دي قبل المباراة كابتن ايمن. قبل المباراة عادة هيبقى فيه يا تأجيل النهاردة نص ساعة او ساعة او تأجيل ممكن غدا. اه وهيبقى فيه عكوبات. وهيبقى فيه عكوبات سواء في عكوبات مالية او اه نقل المباراة خارج ميدان اه اللعبة.